من القاهرة تنضم إلينا مديرة مكتب الحدث في مصر رندا أبو العزم أهلا ومرحبا بك معنا رندا رندا هل تضعينا في آخر ما نتج عن هذه اللقاءات إذا ما كان أيضا هناك أي تصريحات أي جديد بما يخص هذه ربما التحركات الدبلوماسية داخل مصر نعم تحركات مكثفة بالفعل منذ الصباح عندما بدأ وزير الخارجية الأمريكي زيارته لمصر والتقى فيها بالرئيس السيسي ثم عقب هذا اللقاء لقاء آخر ثنائي مع وزير الخارجية المصري ثم لقاء موسع عقب ذلك أيضا اللقاء السوداسي الذي أسلفته في النقاط التي خرجت ببيان عن اللقاء السوداسي ونحن نتحدث الآن بدأ الاجتماع اللجنة السوداسية المكونة من وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن وفلسطين ومصر بالفعل مع وزير الخارجية الأمريكي في هذا الاجتماع الذي ربما سيمتد لنحو الساعة ليخرج بعدها بلينكين ويعقد مؤتمر صحفي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة مع نظيره المصري الجميع ربما يأمل في وجود اختراق ينتج عنه بالفعل وقف لإطلاق النار أو هدنة أو ما يتم الحديث حوله الآن ولكن كان هناك مطالب مصرية وعربية موحدة أو موقف عربي موحد تبلورة من خلال البيان الذي صدر بضرورة وقف إطلاق النار ووجود هدنة دائمة وأيضا إنفاذ المساعدات بصورة عاجلة وفتح جميع المعابر وأيضا إنفاذ قرار الأمم المتحدة ألفين سبعمائة وعشرين الذي يسمح بوجود أو بدخول للمساعدات بدون عراقيل وهذا أيضا ما جاء في بيان الخارجية المصرية وأيضا دعم الأونروا لأن الأونروا كما تعلمين أن إسرائيل لا تريد لها أي وجود في غزة وبالتالي هناك دعم من مصري وعربية للأونروا وضرورة وجودها في غزة ومن خلال هذه المساعدات وأيضا رفض تام لأي تهجير قصري حل الدولتين هو الحل الذي ربما سيضمن وجود فيما بعد سلام شامل في المنطقة ربما هذه هي النقاط أو العنوين الرئيسية ولكن هناك تفاصيل بيتم الحديث حولها حول كيفية إنفاذ كل هذه النقاط وخاصة أنه لابد من ضغط أمريكي على إسرائيل أن تنفذ هذه النقاط في ظل تصريحات لنتنياهو أثارت القلق بأنه ينوي اكتياح رفح وهذا ما حذر منه الرئيس السيسي صباحا وهذا ما تم التحذير منه مرة أخرى وأيضا التأكيد على هذا الموقف المصري الذي بدأ هذا الموقف كان منذ البداية ورفض أي تهجير قصري للفلسطينيين أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية هذه العنوين العريضة تعلمين أن زيارة بلينكين كانت تقتصر على المملكة العربية السعودية ومصر ولكنه أضاف إليها إسرائيل الذي سيتوجه إليها غدا يحمل معه ما يتم التوافق حوله بينه وبين المجموعة أو اللجنة السوداسية العربية يحمل هذه الرؤية الموحدة ليعرضها على إسرائيل على أمل بالفعل أن يكون هناك اختراق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا كان قد أعلن في بيانه أنه في حديث وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس السيسي ذكر أن هناك هدنة بيتم التوافق حولها لمدة ستة أسابيع في مقابل إطلاق الأسرة هذه المفاوضات التي تجرى في الدوحة مصر جزء منها ولكن بنعلم أنها مفاوضات شقة ويعني لا يوجد حولها حديث حول اختراق تم حتى هذه اللحظة حول هذه المفاوضات لأن هناك عرقيل بحسب ما علمنا من مصادرنا بتضعها إسرائيل حول إتمام هذه الصفقة أو هذه الصفقة التي ربما يخرج عنها الهدنة وتبادل الأسرة وإيقاف إطلاق النار إذن نحن نتحدث حول مجريات مرتبطة ببعض هناك أيضا مصر بتطالب بفتح جميع المعابر لأن المساعدات الجوية أو البحرية لا يمكن أن تكون بديلا عن المساعدات البرية هناك عرقيل بتضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات معبر رفح مفتوح منذ البداية وهناك مطالبة بفتح الست معابر التي هي موجودة الآن من الظاهرة كنت معنا مديرة مكتب الحدث في مصر رندا أبو العزم شكرا جزيلا لك رندا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر